ازايك يا جماعة عاملين ايه؟ رب بكونوا بخير يا رب انا عارف ان انا بقى ري فترة طويلة منقطع عن الفيديوهات وعن التشانيل بشكل عام بس انا بصراحة كنت بفكر في محتوى اعمله يكون مفيد لاغلبية الناس لان اعرف ان اغلبية الالعاب والفيديوهات انا بنزلها مش كل الناس تعرفها ومش كل الناس بتتبع النوع ده من الالعاب يعني فحب تعمل حاجة تفيد اغلبية الناس وحاجة انا كون بفهم فيها فعلا وقدمها حس ان انا عملت حاجة يعني اغل كده بغض النظر عن اللعب والجيمينج بس فانا قررت ان انا اعمل سلسلة كاملة عن تجميع الهاردوير وللكمبيوتر بشكل عام علشان خاطر اساعد الناس انا شايف ان مجتمع بتاعنا بشكل عام العربي وخصوصون المصر يعني المكان اللي انا عايش مش بيجدوا تجميع الكمبيوتر او معندهمش معلمات كفاية وفيه ناس كتير بيتنسج وبيتضحك عليها وفيه صنع محتوى كتير او تجار بيتحكوا على الناس بالكلام فحبيت ان انا اساهم ولو بشكل بسيط من خلال خبرتي في الموضوع ان انا تقريبا بقري ابطر من خمس سنين في الموضوع ده بنزل وبشوف وبشتري وببيع وكده فحاب ان انا اعمل حاجة تفيد الناس وبس وكون قدمت حاجة فعلا مفيدة بغض النظر او من غير يعني فيديوهات الالعاب وبس وكده ففي البداية النهار ده عاوز اتكلم عن موضوع مهم وهو ازاي اجمع الكمبيوتر اصلا الموضوع ده ليه بوينتس كتير جدا بس اولها واهمها ان انت لازم تكون بتعرف تبحس بتعرف تدور وحابب انك تاخد معلومات فعلا عشان تعرف تفيد نفسك بالاي حد انت الوحيد اللي هتقدر تحدد انت عاوز ايه بالزبط وقدر تحدد انت اتضحك عليك ولا لا لان انا ممكن كواحد برشح لك حاجة معينة رشح لك حاجة بناء على وجهة نظري بناء على تفكيري انا واحد مثلا بحب الجهاز يكون فيه امكانيات معقولة وكويسة وفي نفس الوقت فيه قابلات التطوير فممكن اكلفك المصاريف ومش قليلة علشان خطر ابنيلك تجميعه بسعر معين وانت اصلا ممكن ما تكونش اعاوز كده ممكن اكون بنيلك جهاز قوي بالزيادة بحيث انه يقعد معاك المودة وانت مثلا مش معاك الفلوس الكفاية اللي تخليك تعمل كده فانت عاوز حاجة تشغلك دلوقتي لغاية ما يبقعك فلوسة بده تتطور تاني فباقتصار انت محتاج الاول تبقى فاهم بالزبط انت عاوز ايه من التجميع بتاعتك ودي حاجة اصلا اغلبية الناس المفروض تكون العرفاء يعني مثلا انا حد مثلا على سبيل المسألة عاوز الجهاز بتاعي مثلا اشغل عليك برمجة هندسية فبالتالي انا هبدأ اسألك طب انت حابب تخلي الجهاز ده مودة طويلة معاك من غير ما تحط فيه حاجة ولا لأ حابب الجهاز ده يبقى قابل التطوير بعد كده بحيث انه هو يبقى متماشي مع المتطلبات العصر حاليا مثلا انا هو بتشتغل على برمج باحدث نسخ لها نسخة السنة ممكن تلاقي بعد كده الجهاز بتاعك مش كافي او مش مديك السلاسة الكفاية فهتضطر ان انت تطور فبالتالي الموضوع ليه اكتر من بعض بس اول او اهم حاجة لازم تاخد بالك منها ان انت ما تسمعش لحد مش موصول يعني مثلا ما تنزلش المول مع حد او تنزل المول لوحدك تبدأ تسأل التجار وتبدأ تشتري كلام من ناس زيب انا بشوف ناس كتير بتعمل ودام عيني الكلام ده بيحصل بيشتري كلام من ناس وهو اصلا مش فهم حاجة وبيتضحك عليه التاجر بيبيع له الجهاز اللي عنده وفعلا الجهاز مثلا بيقدر متطلب ان الشخص عاوزه بس فيه خبايا وحاجات كتير اكتر من متطلب بس يعني مش معلن ان انا عاوز اشغل بلنامج هندسي ان انت تروح تدفعني مثلا اتنشر الف جنيف جهاز انا مش محتاجة اتفع فيه كل ده او تدفعني خمس تلاف جنيف جهاز ما فيش قابلية للتطول فيه نهائي اللي هعرف اغير فيه كارت الشاشة ولا مثلا باور ولا مثلا رعبات بليفل عالي فكل دي حاجات انت لازم تكون واخد بالك منها فعاد شام مطولش انا حابب ان انا اعمل كل حلقة من مدزد شام 10 دقايق انا هتكلم في بوينتس معينة وهي ازاي فعلا تقدر تجمع كمبيوتر بخطوات مصبوط خطوة الاولانية انت تبدأ تدور على الانترنت تبدأ تاخد افكار عن كطع الهاردوير بروسيسور في فيديوهات كتير وفي ناس كتير قوي بتقدم ورجعات مصريين وعرب وفي ناس كتير جدا بتقدم مساعدة على جروبات على الفيسبوك فانت ممكن تبدأ تسأل وتشوف الاراء المعينة طيب لو انت مش حابب تعمل كده انت ممكن تستعين بشخص متخصص تكون وصق فيه يعني مثلا انت ليك حد مثلا تعرف وبيفهم في الموضوع ده مثلا حابب تستشير حد معين يبني للتجميع يكون موصوب تسأل مثلا عن استور معين انا عرف استورهات مثلا بيبقى فيها ناس بتعمل بلد التجميعات وهو فعلا بيديك حاجة كويسة طبعا برضو بيبقى على حسب ضمير الشخص فانت لازم تراجع وراك بس لو حد موصوب مثلا يعني حد انت عارفه صاحب قريب منك قريبك حد زي كده فده انت ممكن تاخد كلام وسكة مع برضو لازم ارجع اقولك ان انت لازم تدور بنفسك عشان يبقى عندك خبرة ولا وبسيطة مش لازم تكون حد ادفانسد قوي بس على الايه يبقى عندك خبرة بسيطة في الموضوع لان عجلا اما عجلا انت هتحتاج كمبيوتر في المستقبل كمبيوتر حالان هو هو فعلا اساس العصر الناس دلوقتي كلها بتتكلم على الزكاة الاصطناعية وبتتكلم على التكنولوجيا فانت عجلا اما عجلا لا تحتاج انك تتعلم على الكمبيوتر وتحتاج سكيلز على الكمبيوتر هتحتاج ان انت تبقى واحد فهم كمبيوتر كويس دي حاجة كده كده هتفيدك قدام في اي حاجة سكيل اصلا مولمة جدا في الزمن اللي احنا فيه ده فزي ما قلت انت محتاج الاول تدور قويس دايما خبرة في فيديوهات كتير جدا وتشانلز كتير جدا بتقدم معلومات مميزة عربية تشانلز عربية كتير وناس محترمة كتير ممكن نسكلك اسماء كتير بس انا مش هابب اذكر انا ممكن اسيب لينكات في الديسكريبشن لتشانلز فعلا شغال شغل محترم بصراحة ده يعتبر الكمنديشن يعني والناس دي اكيد اعلى مني في الموضوع ده بكتير بس دول ناس انت تاخد منهم معلومات ولازم تدور لازم تتهب نفسك وتدور عشان يبقى عندك خبرة لان ببساطة زي ما قلتلك انت اكتر واحدة تبقى فاهم انت عاوز ايه بزر واكتر واحدة تحمي نفسك من انت هيتضحك عليه الحاجة المهمة التانية مراعاة الميزانية طبعا كل واحد فينا بيبقى ليه ميزانية معينة وبيبقى ليه يعني نقدر نقول للمة معين فيه ناس كتير بيتضحك عراف موضوع الميزانية فيه ناس كتير بتضطر بتتفع فلوس زيادة وامش فاهم بتتفع فلوس زيادة دي على كلام بعض التجار ان انت لو اشتريت جاز بسعر اغلى ده هيبقى احسن معاك ده هيعود معاكم وده احسن ده هتتفع فيه فلوس قليلة شوية او هتزود شوية بس هيديك اداء احسن بكتير ممكن ما يكونش دي الحقيقة مش كل الناس ما عندهاش ضمير طبعا بس انا بتكلم على الاغلبية العامة بشكل عام انا بشوف ان فيه ناس كتير بيتضحك عليها غصان كمان في الشراء اكتر من البيع ونفس الكلام يعني انت حتى لو نزلت بيها حاجة وانت مش عارف عندها حاجة لو سألت عن سعرها بشكل عام ونزلت بيها هتلاقي خسفلك بشتعرها الارض بشكل عام هي دي النقطة المهمة اللي انا قلتها ان انت لازم تعرف الاول انت عاوز ايه بالذك لازم تبقى متأكد ان ميزانيتك تسمح بالحاجة اللي انت عاوزها بنفس الوقت فيه حاجات احيانا ممكن تتطرك ان انت تأجل ان تشتري جهاز لان انت ممكن تفرط في حاجة مهمة عشان شوية فينوش قليلة يعني مثلا تشتري تجميع خمس تلاف جنيه ممكن ممكن بنفس الفلوس دي عليها الفين جنيه زيادة بس تشتري حاجة مختلفة تماما قبل التطوير افضل واحسن ممية مرة تديك performance 30% زيادة 40% زيادة طبعا ده كلام مش محسوب بالزوت بس انا بتكلم في ال range او في ال average في حاجات فعلا بتفرق في حاجات بسيطة فعلشان كده بتكلم في نقطة ان انت لازم يبقى عندك خبرة لازم يبقى عندك خبرة ولازم تلاقي حد تستعين به ويكون موصوب بس في النهاية كل واحد فينا نفلت صفته الخاصة عشان كده بقولك انت لازم تتعلم وانا هحاول على قد مقدر على التشانيل ان ننشر حاجات تفيد الناس وكون فعلا قدمت بيها حاجة انا بقى ارادة عن نفسي بيها وفي نفس الوقت منعت ظاهرة او يعني ساعت في ان انا منع ظاهرة النصب اللي انا بقيت اشوفها في اماكن كتير جدا بحكم ان انا بنزل الكاهرة كتير او ناس اكن في الكاهرة وتعملت او شفت اكبر المولاد اللي موجودة في مصر طبعا الشرصة المعربة كله الاكيد بس انا بتكلم بشكل خاص على الحاجات اللي انا شفتها بس الموضوع بشكل عام وانتشر حيطة ان الناس كتير مش عارفة في التكنولوجيا او مش عارفة في الاردور قوي بس هما لو وزنوا موجود يعني بسيط جدا فعلا هي مش هيتنسب عليها وما مش هصل لهم اي حاجة من الحلقة اللي انا بشوفها دي بشراح عموان دي كانت الحلقة انا عارف انهم كتكلمتي فيها زيادة شوية او ما دخلتش في الموضوع او بشكل يعني معين او خاص قوي بس الحلقات الجاية ان شاء الله ابدأ اتكلم عن قطعة قطعة وهبدأ اتكلم عن حاجة حاجة في الجهاز بحيث ان انا اساعد الناس وممكن كمان لو حد محتاج تجمعات يبعط لي او يتفل كومنس وانا ممكن اساعده ورشاه له حاجة معينة على حسب ميزانيات طبعا شكرا لكم لو كملتوا لغاية هنا اتمنى لكم يوم سعيد سلام